تحياتي لكم جميعاً بعد ما تعلمنا في الدرس الماضي ضمن هاي السلسلة على طريقة تشكيل الجملة المصدرية مع أم تسو رح نتعلم بدرس اليوم الدرس الرابع ضمن هاي السلسلة على طريقة تشكيل الجملة المصدرية مع أون تسو إذن بيكون في عندي أون تسو بلوس إنفينيتيف يعني أون تسو زائد المصدر بدون أي تأخير أكتر منبدأ بشرح الدرس إذن منبدأ مع بعض بشرح درس اليوم في عندي هون بالعنوان العام باللون الأبيض بالأعلى إنفينيتيف زائدس يعني الجمل المصدرية تحدثنا في الدروس السلاسلة السابقة عن طرق تشكيل الجمل المصدرية وشفنا في الدرس الأول طريقة تشكيل الجملة المصدرية بدون تسو وفي الدرس يلي بعده الدرس الثاني مع تسو وفي الدرس الثالث طريقة تشكيل الجملة المصدرية مع أم تسو وعننا اليوم الحالة الرابعة في الدرس الرابع ضمن هاي السلسلة اللي هي عبارة عن خمس حلقات فقط عم نتحدث فيها عن طرق تشكيل الجملة المصدرية عندي اليوم الحالة الرابعة وبعدين بيجي عندي عناصر بالجملة يعني بدون وبعدين مثل ما قالت بيجي عناصر تانية بالجملة وفي آخر الجملة بيكون في عندي تسو بلوس انفينيتيف بيكون في عندي تسو زائد المصدر يعني الفعل في صيغة المصدر بنبدأ مع بعض بشرح القاعدة عندي هون رابعا طبعا كتير مهم للناس أو للطلاب يلي عبت تفوت معنا بهذا الفيديو مباشرة في سلاسة دروس سابقة كتير مهم انكن ترجعوا تحضروا الحالات السابقة أولا وثانيا وسالسا وبعدين تكملوا معنا هون رابعا منشوف مع بعض شرح القاعدة الجملة المصدرية مع هي جملة جانبية بدون فاعل يعني ما فيها زوبيكت ما فيها فاعل تسبقها جملة رئيسية تتضمن فاعل وهي مستقلة عن الفعل في الجملة الرئيسية وكل جملة لها معنى خاص بها وتتشكل بناء على الحالتين التاليتين إذن نفس الحكي اللي مر معنا في الدرس السابق وقبل السابق قلنا انه دائما الجملة المصدرية لا تتضمن فاعل إذن ما عندي فاعل في الجملة المصدرية دائما حط في بالك وانت عبتشكل الجملة المصدرية انه ما في فاعل الفاعل بيكون متواجد في الجملة الرئيسية إذن دائما الفاعل في الجملة الرئيسية اللي بتسبق الجملة المصدرية بيكون فيها الفاعل ومثل ما قالنا كل جملة مستقلة كل فعل في الجملة مستقل عن الجملة الثانية يعني الفعل الموجود في الجملة الرئيسية مستقل عن الفعل اللي موجود في الجملة المصدرية وكل جملة بتحمل معنى خاص فيها طيب أمد بشكل الجملة المصدرية طبعا عندي حالتين فقط لغير الحالة الأولى بدلا من النفي وتعبر عن التقييد إذن الحالة الأولى بدلا من النفي إذن دي نيغاتسيون يعني النفي أو دي فاناينونغ النفي شرحتهم في سلاسة دروس منفصلة النفي بشكل كامل باللغة الألمانية اللي بيحب يرجع يطلع عليهم لمزيد من المعلومات عن النفي إذن أنا بستخدم الجملة المصدرية تبع عندي بدلا من النفي إذن هي الحالة الأولى والحالة الثانية إذا تطابق الفاعل في الجملة الرئيسية مع الفاعل في الجملة الجانبية أنا جملة جانبية جملة أون دس زتس إذن جملة دس زتس كلها ياتكن صرتوا بتعرفوها تقريبا وشرحناها في دروس سابقة هي عبارة عن جملة جانبية بيروح فيها الفعل لآخر الجملة وبيتصرف حسب الضمير الشخصي الموجود في الجملة إذن هي عبارة عن جملة جانبية دس معناها أنا وعندي هون بتسبقها أون إذن تجي بهذا الشكل أون وبعدين دس وبعدين بتكمل فاعل وبقية عناصر الجملة والفاعل بيروح لآخر الجملة وبيتصرف مع الضمير الشخصي الموجود في الجملة الجانبية إذن هون الحالة الثانية عب بيقل لي أنه إذا تطابق الفاعل زوبيكت في الجملة الرئيسية مع الفاعل في الجملة الجانبية جملة أون فبهي الحالة بقدر أنا أشكل جملة مصدرية مع أون تسو إذن فقط من خلال هالحالتين بقدر بشكل الجملة المصدرية تبع أون تسو نبدأ مع بعض بشرح الحالة الأولى في عندي هون واحد بدلا من النفي يعني بدل النغاتسيون بدل النفي وتعبر عن التقييد مناخد بايشبيل مثال في عندي هون طلب استمارة للعمل طلب تقديم للوظيفة إذن يعني ما أدم نفسه للشغل ما حاول أن يقدم استمارة تقدم للعمل ومنلاحظ هون إني عندي جملة رئيسية أولى انتهت بنقطة وعندي هون كمان جملة رئيسية تانية انتهت أيضا بنقطة لكن تتضمن أداة النفي نيشت إذن تتضمن نفي فبالتالي بقدر عن طريق هالجملتين الرئيسيتين بقدر أربطن مع بعضن باستخدام أون تسو بلوس إنفينيتيف وأستعيد عن النفي في الجملة الرئيسية التانية إذن هون تكمن أهمية الجمل المصدرية وخاصة بهاي الحالة الجملة المصدرية تبع أون تسو كتير بتفيدني بإني بدل ما أكتب جملتين رئيسيتين بهذا الشكل فيني أكتب جملة رئيسية وبعدين بتتبع جملة جانبية مصدرية بتتضمن أون تسو بلوس إنفينيتيف بالاستعادة عن النفي بدل النفي اللي موجود هون في الجملة الرئيسية التانية منشوف هذا الشي من خلال المثال حافظت على الجملة الرئيسية الأولى مثل ما هي فاصلة إذن يعني بدون ما يعمل بفيربونج يعني بدون ما يكتب طلب تقدم أو ترشح إلى الوظيفة يعني ممكن يكون لقى عمل عن طريق المعارف إذن منلاحز هون إني استبدلت النفي اللي هو نيشت أداة النفي نيشت هون استبدلت بأون إذن بدل النفي استعادت عنه بأون وكمان الفاعل هون اللي هو استغنيت عنه في الجملة المصدرية متل ما شرحنا في القاعدة السابقة إن الجملة المصدرية جملة لا تتضمن فاعل الفاعل بيكون في الجملة الرئيسية فقط وفعلا هون الفاعل هو في الجملة الرئيسية فقط مين نخبة يعني جاري هو الفاعل موجود في الجملة الرئيسية لكن في الجملة الجانبية المصدرية هون لا يوجد فاعل فبالتالي بتحزو في الاية إذن بتحزو في الفاعل وعندي هون زيش بما أنه هو هون فاعل عكاسي عندي هون فاعل عكاسي زيش بفعب فبالتالي بتحط هون زيش وبعدين تسو بلوس انفينيتيف تسو زائد المصدر المصدر من الفاعل هون هو بفعب إذن بهذا الشكل بتشكل الجملة المصدرية مع أون تسو في حالة إنك بتستعيد عن النفي وبتتخلص من هالجملتين الرئيسيتين بهذا الشكل وبتكتبهم بشكل أجمل وأفضل من حيث القواعد ومن حيث المعنى وفي حالك بتكتب نص أو رسالة فالجمل المصدرية إذا تدربت عليهم منيح كتير رح يساعدوك على تشكيل جمل وصيغة أفضل بالامتحان أو حتى أثناء المحادثة إذن بهذا الشكل ربطنا الجملتين الرئيسيتين في جملة رئيسية وجملة مصدرية جانبية بشكل أفضل من السابق واستعادنا عن النفي اللي ساعدنا إنه نشكل هاي الجملة المصدرية هون إنه في عندي نفي في الجملة الرئيسية التانية هون إذن بهذا الشكل بتم تشكيل الجملة المصدرية في حالة الاستعادة عن النفي منشوف حالة تانية مثال آخر عندي هون بايشبيل مثال في عندي هون يعني صديقي يتكلم الألمانية جيدا بيتكلم اللغة الألمانية بشكل جيد جدا إذن هون عندي جملة رئيسية أولى حطينا نقطة وهون الجملة الرئيسية التانية يعني هو لم يزور أي كورس لتعلم اللغة الألمانية هو ما زار كورس لتعلم اللغة الألمانية إذن بلاحظ هون إني كمان عندي في الجملة الرئيسية التانية أداة نفي الأسماء اللي هي كاين طبعا هون مصرفة في حالة النصب عندي هون عندي هون اسم مذكر في حالة النصب فبالتالي ضفت الله إذن طالما عندي هون أيضا نفي بالجملة الرئيسية التانية فبقدر أطالع من هالجملتين الرئيسيتين جملة رئيسية بتتبع جملة جانبية مصدرية باستخدام إذن متل ما شرحنا إني الحالة الأولى بدلا من النفي فبالتالي بصير عندي جملة على شكل التالي مين فروند سبريشت سيار جودة دوش إذن لاحظ أني استعدنا عن النفي كاين أو كاين هون باستخدام وحزفنا الفاعل من الجملة الرئيسية التانية هون اللي هو حزفناه من الجملة الرئيسية التانية هون لما قلبناها لجملة جانبية مصدرية لأن الجملة الجانبية المصدرية دائما لا تتضمن فاعل الفاعل أنه بيكون في الجملة الرئيسية الأولى اللي هون ومنلاحظ كمان أني بما أنه راحت أداة النفي تبع الاسم فاستعدت عنها بأداة التنكير وأيضا في حالة النصب إذن عندي هون إذن أداة التنكير للإسم المذكر في حالة النصب هي إذن كتير بنتبه أيضا على التصريف والحالة العربية لأنه عندي هون الاسم في حالة النصب ليش؟ لأنه هو هون في موقع المفعول به إذن هون عندي الدويتش كوس في موقع المفعول به اللي وقع عليه فعل الفاعل لكن الفاعل مو مسكور بالجملة الجانبية المصدرية هون مسكور في الجملة الرئيسية اللي هو ومنلاحظ هون كمان بين الجملتين الرئيسيتين الأولى والتانية في تطابق بالفاعل إذن هون عندي صديقي وهون عندي هو نفس الفاعل تماما إذن هاي أحد الشغلات اللي بتساعدني كمان على تشكيل الجملة المصدرية شرحنا هذا الحكي بشكل تفصيلي في الدروس السابقة فبالتالي هون ما في عندي فاعل لكن تقديراً تقديراً للفاعل إني كأني عندي الفاعل نفسه اللي هو ماين فرويند هو فبالتالي عندي هون الاسم المذكر في حالة النصب فبالتالي بحطله أداة التنكير تبعاً الاسم المذكر في حالة النصب اللي هي وعندي في آخر الجملة يعني عندي زائد الفاعل في حالة المصدر إذن عندي هون الفاعل هذا الشكل الفاعل في صيغة المصدر إذن بهذا الشكل بقدر بطالع أو بشكل جملة مصدرية مع on to plus infinitive بهذا الشكل لما بيكون في عندي نفي إذن لما بدي أستعيد عن النفي وبدل ما أكتب جملتين رئيسيتين بهذا الشكل الأجمل والأفضل والأحلى إنك تكتب الجملة بهذا الشكل باستخدام جملة مصدرية جانبية وما بنسى إني أضع الفاصلة بين الجملة الرئيسية الأولى وبين الجملة الجانبية الثانية هون وكتير مهم إن كنت تدربوا على تشكيل الجمل المصدرية بهذا الشكل جملة رئيسية فاصلة جملة جانبية مصدرية أفضل ما إنكم تكتبوا الجمل بهذا الشكل هون بهذا الشكل المتقطع فقط جمل رئيسية الأفضل إنكم تكتبوا جمل مترابطة بالاستعانة بالجمل المصدرية وصار شرحنا أكتر من حالة وهون عنا الحالة الرابعة وبيضل عنا حالة أخيرة للدرس القادم بننتيل الآن للحالة الثانية بدرس اليوم عندي هون اتنين إذا تطابق الفاعل في الجملة الرئيسية مع الفاعل في الجملة الجانبية إن أنو جملة جانبية جملة ohne دس ساتس إذن في حالة طابق الفاعل فبتقدر أيضا تشكل جملة مصدرية مع اون تسو من شوف هون بيشبيل مثال عندي هون المسال در فاطر راوخت زو هاوزه يعني الأب يدخن في المنزل بدون أن يراعي أو أن يأخذ بعين الاعتبار أولاده يعني الأب يدخن بالبيت بدون ما يراعي أو يأخذ بعين الاعتبار أولاده إذن بلاحظ هون بداية إنه عندي جملة رئيسية بعدين فاصلة بعدين بتبلش الجملة الجانبية اللي هي جملة دس زاتس اللي بيروح فيها الفعل لآخر الجملة إذن بغوكزيشتغن هو الفعل يعني يراعي أو يأخذ بعين الاعتبار راح لآخر الجملة مصرف مع الفاعل اللي هو إيا إذن الجملة الجانبية تبع جملة دس زاتس تتضمن فاعل اللي هو إيا ومنلاحظ هون إن الفاعل هو ضمير الغائب هون متطابق مع الفاعل في الجملة الرئيسية الفاعل هون ديا فاتا الأب وهون بالجملة الجانبية إيا فبالتالي بقدر بشكل جملة مصدرية مع أون تسو إذن نفس الحالة تماما في الدرس الماضي تبع جملة داميت زاتس نفس المبدأ تماما طالما تطابق الفاعل في الجملة الرئيسية مع الفاعل في الجملة الجانبية جملة دس زاتس فبالتالي بقدر بشكل جملة مصدرية بتصير الجملة عالشكل التالي يعني الأب يدخن في المنزل بدون أن يراعي أو يأخذ بعين الاعتبار أولاده إذن اللي حصل فقط إني أنا استغنيت عن الجملة الجانبية اللي هي جملة استغنيت عنه بإني بدلت بجملة مصدرية مع إذن هوني عندي بعد الفاصلة اللي هي بداية الجملة المصدرية الجانبية وفي آخر الجملة في عندي زائد الفعل في صيغة المصدر إذن اللي حصل إني حزفت كمان الفاعل إذن مثل ما قلنا دائما الجملة المصدرية لا تتضمن فاعل إيه ما تبقدر بعمل هاي الحركة بس لما بيكون الفاعل متطابق في الجملة الجانبية جملة das, that's مع الجملة الرئيسية فبقدر بهاي الحالة بشكل جملة مصدرية مع owner, to نفس الحالة تماما تبع جملة damit, that's في الدرس الماضي اللي فهمها بالدرس الماضي رح يفهم هاي مباشرة إذن تطابق الفاعلين هوني الفاعل في الجملة الرئيسية مع الفاعل في الجملة الجانبية جملة das, that's فبالتالي بقدر بشكل جملة مصدرية مع owner, to لأني هوني طالما ما في فاعل فأنا بعرف مباشرة أني تقدير الفاعل هو نفسه تبع الموجود في الجملة الرئيسية إذن أنا بعرف مباشرة أني أنا في الجملة المصدرية بما أنه هي ما في فاعل أنا بعرف مباشرة أني الفاعل هو نفسه الموجود في الجملة الرئيسية الأولى هون ننتقل الآن للمسال الثاني عندي هون بايشبيل مثال في عندي هون مَيْنَ تُخْتَ إِسْتْ أَنْجِشْلَفَنْ اوْنَ دَسْ إِيُّ دِي جُوْتَ نَخْتْ جَشِيْخْتَ اَتْسَيْلْتْ هَبَ يعني إبنتي غفلت بنتي غفلت بدون ما أحكي لقصت ما قبل النوم إذن دي جوْتَ نَخْتْ جَشِيْخْتَ هي الأصل اللي بحكوا الاب أو الام للولد قبل ما ينام إذن بلاحظ هون أيضا أني في عندي جملة رئيسية وبعدين جملة جانبية اللي هي جملة دَسْ زَتْس وقبلها في عندي أونر إذن جملة أونر دَسْ زَتْس اللي بيروح فيها الفعل لآخر الجملة إذن عندي هون زمن الـ بافكت عندي هون الزمن التام في الماضي عم بحكي أنا إذن بنتي غفلت بدون ما أحكي لأنا قصة ما قبل النوم حكاية ما قبل النوم في الزمن الماضي فبالتالي بيروحوا كلهم لآخر الجملة المهم هون أني أنتبه بطلع على الفاعل الفاعل هون في الجملة الجانبية جملة أونر دَسْ زَتْس لا يتطابق مع الفاعل في الجملة الرئيسية هون في عندي إيش أنا وهون في عندي مينر تُخْتَة يعني ابنتي إذن هون ما في تطابق فبالتالي ما بقدر بشكل جملة مصدرية مع أون تسو هلا إذا شكلت جملة مصدرية رح يكون شكلها هيك بس المعنى ما رح يكون مطابق للمعنى في الجملة الأولى هون المعنى كيف رح يصير هون يعني بنتي غفلت بدون ما يحكولا حكاية ما قبل النوم إذن بلاحظ هون بالجملة إني ضاع المعنى أنا ما عدت أعرف مين الفاعل مين اللي ما حكالا حكاية ما قبل النوم نحن بنعرف إني دائما في الجملة الجانبية المصدرية ما بيكون في عندي الفاعل الفاعل بيكون غير موجود لكن تقديرا تقدير الفاعل بيكون هو نفسه الفاعل يلي موجود في الجملة الرئيسية فبالتالي هون مو معقول إنه هي نفسها ما حكت لحالة حكاية ما قبل النوم فبالتالي الجملة من حيث المعنى غلط قواعيديا صح لكن من حيث المعنى غلط استنادا للجملة الأولى هون إني أنا حددت الفاعل في الجملة الجانبية جملة حددت الفاعل إنه أنا يلي ما حكيت إلا حكاية ما قبل النوم فبالتالي هون بما أنه الفاعل في الجملة الجانبية لا يتطابق مع الفاعل في الجملة الرئيسية فلا يمكن تشكيل جملة مصدرية مع on to تحمل نفس المعنى لا يمكن تشكيل جملة بتحمل نفس المعنى للأسباب يلي زكرتها من شوي إني بالجملة الجانبية المصدرية جملة on to plus infinitive ما بيكون في عندي فاعل فبالتالي تقدير الفاعل بيكون هو نفسه الفاعل في الجملة الرئيسية الأولى وهذا الحكي هون متناقض من حيث المعنى وممكن تسمعوا أحيانا بعض الألمان أنه بيتحدثوا بهيك جمل وبيكون أصدن على بيكون الشخص المتكلم عبيقصد نفسه بالحديث يعني بهي الحالة بيكون عبيقصد نفسه وبتكلم بجملة جانبية مصدرية طبعا بدون فاعل لكن بيكون عبيقصد نفسه لكن هذا الحكي خاطئ باللغة العامية في كتير أخطاء متداولة لكن من حيث المعنى هون إلنا استنادا للجملة الرئيسية هون الأولى والجملة الجانبية هون جملة أون دس زتس لا يمكن أني نطالع منهم هون جملة جانبية مصدرية مع أون تسو لأن المعنى رح يصير مخالف للمعنى المسكور في المثال الأول هون أتمنى أكون قدرت وضح لكم الفرق بشكل كامل وكان هذا الدرس سهل وخفيف وبسيط بالنسبة لكم هذا كان كل شي بيتعلق بشرح تشكيل الجملة المصدرية مع أون تسو وبيضل في عندي حالة أخيرة رح نطلع عليها في الدرس النهائي ضمن هيئة السلسلة كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا